ثم يا أخي اترك شيئا للآخرة كل شيء تبيبه في الدنيا اترك شيئا في الآخرة وما أجمل أن تترك شيء في الآخرة ليس أن يقتص الله من الناس الذين أخطأوا عليك أو ظلموك بل اجعلها عند الله خبيئة أقول بل أنا يا ربي عفوت وصفحت وسامحت وأنا قادر على أن أأخذ حقي الصاع صاعين أستطيع الاقتصاص لكن يا ربي أرجوها وديعة عندك فإذا وقفت بين يديك أن تقول أنا أولى بالعفو يا عبدي منك خذوا عبدي إلى الجنة الله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أن تأخذ حقك من كل من أخطأ عليك هذه ليست كرامة وليس هذا فضل ولمن صبر وغفر الصبر ثم المغفرة هذا الذي سماه القرآن من عزم الأمور أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا خبايا وودائع عنده ويعفو عنا ويعاملنا بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر